هل السفر إلى الخليج أو إلى قطر كله إيجابيات أم كله سلبيات أم في إيجابيات وفي سلبيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر هاي قناتي مذكرات ممرض بحدثكم من قطر نتكلم عن التمريض مهنة العظماء وهذا الفيديو متكلم فيه عن إيجابيات وسلبيات الحياة في قطر كممرض خصوصا كثير ناس بفكر أنه يجعل خليج أو بصحله عقد في قطر وبيظل في حيرة فإنت كإنسان المفروض تجيب ورقة وقلم وتكتب على جنب السلبيات وعلى جنب الثاني الإيجابيات وتشوف إذا هاي بتتغلب على هاي وبعدها تتخذ قرارك نبدأ بالإيجابيات من إيجابيات السفر عموما ليست قطر فقط السفر شي جميل بتسافر بتغير جو بتشوف ناس جديدة بتختلط بثقافات أخرى بتتعلم أشياء جميلة بتزور أماكن حلوة بتشوف أشياء عمرك ما شفتها من قبل بتجرب أكلات بتشوف أغاني رقصات عمرك ما شفتها بتختلط في ناس عمرك ما تعلم بتحكي معهم بتقوي لغتك بتقوي ذاكرتك بتقوي ثقافتك ومعلوماتك العامة السفر بشكل عام إشي جميل رقم اثنين قطر من أغنى الدول في العالم والرواتب فيها عالية نوعا ما حتى لو كانت المعيشة غالية لكن في أشياء كويسة مثلا أسعار السيارات رخيصة البنزين رخيص بالمقارنة مع دول ثانية أنا أذكر لما جيت هون على قطر كانت تنكة البنزين في الأردن ب20 دينار هون كانت ب11 أو ب12 ففي فرق كويس انت بتقدر تحط في السيارة مثلا 500 ريال يكفك طول الشهر رقم ثلاث من ميزات قطر أن البلد منظمة ونظيفة متطورة جدا كل إشي نظيف كل إشي متطور كل إشي بتم بسرعة ما فيش دور طويل في انتظار أي إشي بالنسبة للصحة المستشفيات ممتازة وكلها ميخذ الاعتمادية العالمية لثلاث مرات على التوالي صريرها تقريبا تسع سنوات تخذ اعتمادية حتى المراكز الصحية ميخذ اعتمادية هون الدفاع المدني ميخذ اعتمادية مراكز السرطان الرعاية المنزلية في مراكز خاصة للسكت الدماغية برضو ميخذ اعتمادية المدارس رائعة جدا مكيفة بالكامل المعلمين كويسين الصفوف ما فيها اكتفاض ويقال أن المناهجون أسهل من بلادنا طبعا إذا أنت مصري بدك تحط أولادك في مدرسة مصرية موجود أردني بدك مدرسة بتدرس المنهاج الأردني موجود مناهج فلسطينية موجود هندي بنجالي سوداني كل أنه قاعد الجنسيات فاتحة مدارس هون لأنه في ناس بقعد سنة سنتين عشرة خمستاش وبرجع بلاده لسه ابنه ما وصل لتوجيه فبدو يكمل على نفس المنهاج لا سمح الله لوحدش تدفع المدني مراكز الدفاع المدني مصممة أو موزعة بطريقنا بحيث أنه أي مواطن يطلب سيارة الإسعاف لازم توصله في خمس دقائق بالكثير لو رحت عالطوارق مثلا وهاي ميزة ترى مش عيب يمكن تقعد ساعة أو ساعتين لما الدكتوري شوفك لأنه في ناس قبلك فإنت لو جيت عالطوارق راسك بوجعك أو مفلوز أو كذا راح تلاقي قدامك انتظار وقت طويل هون الميزة إنه لو أنت تعبان ورحت عالطوارق ما راح تلاقي خمستلاف قبلك تسعيب بالمئة منهم حالات بتقدر تستنى والنظام نظام إذا أنت حالتك حالة مركز صحي راح أقول لك انت في الوانسة بتروح المركز صحي ما في قدرة بالكون بتخليهم يستقبلوا تغلبش حالك كل إشي في البلد مكيف البيوت مكيفة الباصات المترو القطار الترام حتى الموقف اللي بتوقف فيه تستنى الباص مكيف الملاعب مت مكيفة النقطة الرابعة اللي بتعجبني في قطر وفي دول خليج بشكل عام احترام المرأة أنا هون في قطر ثلاث سنوات عمري ما سمعت أنه إنسان تحرش بمرأة أو حط إيده على كتفها أو كلمها كلمة أو قلها كيف حالك لو أي مرأة سواء مسلمة أو مش مسلمة ماشي بالشارع لا يمكن تلاقي حدا بيتطلع عليها أو بيقولها منسة أتعرف عليك أو أعطيني رقمك مع العلم البلد فيها 140 جنسية وهاي من الشغلات الجميلة هون أنه أنت بتيجي بتلاقي أهل البلد متدينين محترمين فبتوخد طبيعهم معظم الشعب القطري إذا ما كان كله محجبات أغلبيتهم مخمرات يعني بغطوا الوجه كمان فهذا إشي كويس بشرفه بيرفع الرأس من الميزات إنه الإقامة رخيصة يمكن تقول لي أنت شو يعني الإقامة شو بدها تكلفني الإقامة أنت لو في بلد ثانية بدك ثلث أو ربع راتبك إقامات لأولادك بس هنا الإقامة بتتجدد كل سنة للزوجة والأولاد وبتتجدد إليك كل ثلث سنوات فهي بتفرج كثير معك من الميزات في قطر التأمين الصحي الدواء مع التأمين بصير رقم تافه أنا لما أصرف الدواء بطلع أربع خمسة ستة ريال يعني دينار دينار ونص بينما بره بكل حقه عشرين وثلاثين دينار فالتأمين إشي كويس مرضى الحروق مثلا كل إشي بنعمل لمريضه الحروق في قطر مجانا سواء علاج الصيدلية المختبر أشعة لو دخل لو عمل عملية لاش شو محتاج هذا كله ببلاش لمرضى الحروق مرضى السرطان بعضهم بدفع لكن إذا ما كان معه فيه اختصاص اسمه الباحث الاجتماعي بيشوف ورقك بيشوف حسابك في البنك بيشوف أنت قديش معك قديش بدخل عليك كل شهر وإذا ما بتقدر برفع تقرير لإدارة المستشفى أنه سامحوه بالفاتورة أو عطوه خصم نسبة كبيرة وبتتم الأمور ما فيه مشكلة من مميزات قطر أنه البلد صغيرة يعني أبعد مشوار بدك تمشيه 98 كيلو البلد كلها بالعرض 100 كيلو وبالطول 200 طبعا الجهة الشرقية متركزين فيها السكان وثلاثة أرباع البلد صحراء فإنت أي مشوار بدك تطلعه لا يتعدى 45 دقيقة بالكثير وبرضه صغر حجم البلد بتأدي إنه الأمان كل ما زادت مساحة البلد وزادت عدد السكان فيها بتزيد الجرائم والمشاكل هذه الميزة لصالح قطر أنه الجرائم فيها قليلة جدا جدا أنا من ثلاث سنوات ما سمعت عن الجرائم إلا جرائم الإحتيال والإحتيال الإلكتروني بالذات وهي راح أعمل لكم حلقة مفصلة عنها من الإيجابيات في قطر جمال الأماكن وتوفر أماكن كثيرة جدا للترفيه خصوصا أنه فيه خليج عربي يعني إذا بدك مول فيه إذا بدك أماكن خضرة وحدائق فيه وإذا بدك بحر وشط فيه برضه من الميزات كمان أنه عدد السكان قليل يعني زحمة أقل يعني انتظار أقل يعني دور ما فيش يعني مشاكل أقل يعني بتوصل الشغل بسرعة يعني جرائم ما فيه يعني وجه عرس أقل نتكلم الآن عن سلبيات قطر لو سألت أي إنسان مش في قطر في الخليج العربي أو السلبية الوحيدة الموجودة في هاي البلد راح أقول لك الجو حر الجو حر في الصيف لا يطاق حتى لو كانت الحرارة مش عالية المشكلة الكبرى بالرطوبة نسبة الرطوبة بتوصل مستويات خيالية في شهور الصيف لكن شهر اتناش وواحد واثنين بيكون الجو رائع جدا الحرارة من عشرين إلى خمس عشرين كأنك في شهر أربعة في عمان احنا قلنا إنه من مميزات البلد إنها صغيرة برضو من سيئاتها إنها صغيرة يعني البلد كلها فيها أربعين خمسين ستين مكان اللي تزورهم أو تشمل هوا فيهم رحت عكل واحد مرتين ثلاث وبعدين زيجت عشان هيك كل الناس اللي هون حتى أهل البلد بيسافروا كثير بيزور تركيا بيزور الصين بيزور لندن ما بيخلوش من سيئات السفر عموما مهما كان اسمها غربة مهما كان تقريبا كل الناس اللي هون واللي مختربين في أي بلد بالعالم نفسي أشوف أمي نفسي أشرب الشاي من إيدان الحج قلات البندورة صدر المنصف أخوك جنبك مش عارف إيه لو احتجت حدا بتلاقيه لو امرضت في جزء منه فيه صدق في جزء منه معقول فبديك تعمل حسابك لما تيجي هون ما تقعد تقول أنا اشتكت لما أبوي بترزك بدك تدير بالك عرزكتك من السيئات هون إنه الحياة غالية صحيح الراتب عالي بس إنك تيجي ع بلد زي هاي وإنت عندك ست سبع أولاد هذا غلط أنت رح تدخل على المول علبة الببسي اللي عندك فيه عمان بخمسة وثلاثين جرش هون حجها أربع ريال يعني تمانين جرش في المول إذا بدك تلاقيها في المطعم جنب وجبة شورما أو حاجة زي هيك بدك تلاقيها بستة ريال إذا مطعم راقب تلاقيها بعشر أو باطمعشر قلبة الببسي بثلاثة وأربع ديال ديال مرة بتوسل لو بدك تطلع بالتاكسي التاكسي بالأردن ممنوع عد أجل من دينار هون ممنوع عد أجل من تسعة ريال يعني دينار وثمانين أنا بعطيك أمثلة التلفون التلفونات كأجهزة هون أرخص من عمان فيه فرق عشرة خمسة عش بالمية أرخص لكن لما بدك تدفع فتورة التلفون أنا مثلا بدفع فتورة التلفون مئتين وخمسين ريال شهري خمسين دينار بس يعطينا مكالمات محلية بلا حدود وإنترنت بلا حدود لو بدك أعطيك ثلاثين أو أربعين جيجا بس بس تدفع مئة وستين ريال مئة وستين ريال على ثلاثين دينار هذول الثلاثين جيجا فعما أنك تجيبهم تسعة ليرات فإنت لا تنظر للمختر بأنه ياهي راتبوا ألفين ليرات طيب ما هم بخلصهم ثمانة أيام عشر قيام هذول الإشي الوحيد اللي أرخص من عمان التلفونات والسيارات والبنزين من سيئات العمل في الخليج عموما مش قطر بس إنه أخريتك ترجع لبلدك ما في إشي اسمه يعطوك جنسية زي أمريكا أو كندا ما في إشي اسمه إقامة دائمة ما في إشي اسمه إقامة ذهبية بدتوا في سنة عشرة خمسين مئة في الأخير بدك ترجع لبلدك بدك تعمل حسابك لما ترجع إيش بدك تساوي من الصفات اللي البعض بيعتبرها سيئة أنا مبسط منها بس البعض بيعتبرها سيئة إنه لازم تحكي إنجليزي تسعة وثمانين بالمئة من أهل البلد أو سكان البلد مختربين وراح تشوف الهندي والفلبيني والبنجالي والنيبالي والأمريكي والبريطاني مئة وأربعين جنسية موجودة في البلد إذا ما بتعرف تحكي إنجليزي ما رح تفهم على حدا ما رح تعرف تشتري ألبط مرتديل فأنا مبسطت لأنه هاي الصفة خلتني أنجبر أتعلم إنجليزي وصير أحسن من السيئات برضو إنه ما حدا فاضل أحدا هون بالغربة لو كان أخوك أو ابن عمك ساكن في الشجل اللي جنبك يمكن تشوفه كل شهرين مرة لأنه كممرضين أنا بحكي الشفتات مش تابتة ما في إش بكل البلد اسمه ممرض يثبت على الشفت ما في إش اسمه فلان شفت إيه على طول أو مورنينج على طول أو فلان عالنايت على طول ما في هذا الفكرة مش موجودة إحنا هون الواحد بدأهم يومين أي يومين سي يوم أوف يومين بي يوم أوف وبترجع بتعيد فكيف بدك تشوفه هذا اللي كل يوم على الشفت الناس اللي بتشتغل مثلا سواجين وعمال نظافة من نجارين في كراج في كده هذا بصحى أربع الفجر براوح تسعة بالليل إنت بدك تشوفه من اللي بديش أقول لك السيئات بس من النقاط اللي بدك تنتبهلها إنه القانون قانون هون خصوصا إنه إنت مش في بلدك فلو نصبت على حدا لو جعت في أي غلطة لو سركت أي شي لو دخلت في الحرامة وقصص النسوان والخمرة وكذا 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 هون القانون ما بي عاقبك بس في قانون في حبس في بهدلة وبعديها بترجع لبلدك اللي بعمل مصيبة بنحبس بعدين بترجع لبلده آخر نقطة بدي أقول لها اللي جهريتني أنا بس ما حدا بدخن هون جزان تطلع في الشارع معك سجارة بتحس حالك مجرب جليل جدا ما تلاقي إنسان بيدخن خصوصا بره بيته لأنه في المستشفى ممنوع التدخين في المدرسة ممنوع التدخين في الباص ممنوع التدخين في القطار المترو ممنوع التدخين في استادات الفوتبول ممنوع التدخين في الشارع مش ممنوع بس مين بتطلع أصلا على الشارع به الحر فإذا لقيت واحد في الشارع ماسك سجارة بتقول هذا أكيد أردني الأردن الدولة الأولى في العالم في نسبة المدخنين يمكن 92% بدخنه في الأردن إذا بتكون تعرفوا أي شيء عن قطر برضو حكولي بالتعليقات بتكون روح على أي مكان وريكوا إياه نعمل فلوكات نسوي أي شيء برضو حكولي بالتعليقات لو عجبك الفيديو لايك له الفيديو لو عجبتك القابعة اشترك بالقناة فعل زر الجرس عشان يوصلك جديد أول بول السلام عليكم ورحمة الله شكرا